يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا حبيبي كده يقدمت وجه قلبها ليك يا أمي ليه يا حبيبي ليه بس ليه عملت في نفسك كده ليه ما عرفش ما عرفش طب إيه اللي حصل ليه عملت كده ليه طب إيه 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 إيه اللي أنا سمعته ده صحيح إيه إيه اللي حصل بالزبط والله يا أمي مش عارف أقولك إيه ولا أبدأ من إيه بس والله العظيم مظلوم لأنا إرهابي ولا أصدت قتل بجد يعني أنت قتلت بجد كنت بدافع عن واحدة ولي دافع عن واحدة يا ابني يوم يقتل ما أنا ما كنتش أقصد والله العظيم لا أعرفه ولا أعرفه وتحطدت في موقف لأيت نفسي بأعمل كده ليه أنت قتلت بجد قتلت واحدة أمريكاني أوه يا قلبي أوه يا قلبي يا قلبي كنت بأوصل طالب لأيت الرجل ده بيتهجم على واحدة بس تنجد الجنة اللي خلت دافع عنها كان يقتلنا إحنا الأتنين لأيت نفسي غصب عني غصب عني بقتولي هل أنت قتلت بجهد؟ هل أنت قتلت بجهد؟ قتلت بجهد؟ أطبط أطبط أنت عياتش يلا أنت راجل الرجل بيعياتش مرزوع أنا أعرف أن وجود هنا ممكن يعملك مشكلة كبيرة في شغلك أنا هسلم عليك بتورها عمش اهرب اهرب يا يادم اهرب اهرب فيها مرزوع يهرب ليه يا مرزوع أنا بلغت عنك ايه؟ بلغت عنه؟ يخرب بيتك المترجم للقناة 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 أنا عايز كاردون حوالين المنطقة دي كلها في منطقة الصرحة وأي حد يلمح الوقت ده يضربوا بالنار حاضرة باشا سيف باشا نضربوا بالنار إيه ساعدتك؟ هو كلب ده بني أدم ساعدتك احنا نمسكه ونسلمه شامبي سبق وقلتلك الكلام ده أكتر من مرة قلبك الحنين وإحساسك الأمن دول يتحطوا في الدرج ويتقفل عليهم كويس وبعد أنت صحصح من نومك ويتأخذ لك حاجة دافية وبعد أنت جي لها الشغل مفهوم؟ سيف باشا بعد إذن ساعدتك احنا وظفتنا إن إحنا زباط وظفتنا إن إحنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمة المحكمة بقى فيها قاضي يا يحكم عليه بالإعدام يا بالبراءة ده مش موضوعنا لكن إحنا وظفتنا إن إحنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا وبرضو تحت عمل ساعدتك باشا النادي اختفى خالص يا باشا لازم يختفى طبعا لازم يهرب عشان واقفين بنرغي في كلام فاضي ورايا ملتش حتى استخبى في غير هنا أ اطيق percent النادي اختفى ؟؟؟؟؟ تذكي هكذا كلام